عزيزي ثيو إلى أين تنضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكعابة إنني أتعفن مللاً لولا ريشتي وألواني هذه أعيد بها خلق الأشياء من جديد كل الأشياء يتغدو باردة وباهتة بعدما يطأها الزمن ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطاً وألواناً جديدة غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي هل هي كذلك في الطبيعة؟ أم أن عيني مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح النار الكاملة فيها في قلب المأساة ثمت خطوط من البهجة أريد لألواني أن تظهرها في حقول الغربان وسنابل القبح بأعناقها الملوية وحتى حذاء الفلاح الذي يرشح بؤساً ثم تفرح ما أريد أن أقبض عليه بواسطة اللون والحركة للأشياء القبيحة خصوصية فنية قد لا نجدها في الأشياء الجميلة وعين الفنان لا تخطئ ذلك اليوم رسمت صورة الشخصية ففي كل صباح عندما أنظر إلى المرآة أقول لنفسي أيها الوجه المكرر يا وجه فانسان القبيح لماذا لا تتجدد؟ أبسق في المرآة وأخرج واليوم قمت بتشكيل وجهي من جديد لا كما أرادته الطبيعة بل كما أريده أن يكون لقد شاخ العالم لقد شاخ العالم وكثرت تجاعيده وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر آه يا إلهي ماذا باستطاعتي أن أفعل قبل أن يهبط الليل فوق برج الروح الفرشات الألوان وبسرعة أتداركه ضربات مستقيمة وقصيرة حادة ورشيقة ألواني واضحة وبدائية أصفر أزرق أحمر أريد أن أعيد الأشياء إلى عفويتها كما لو أن العالم قد خرج توا من بيضته الكونية الأولى ما زلت أذكر كان الوقت غسقاً أو ما بعد الغسق وقبل الفجر اللون الليلكي يبلل خط الأفق آه من رعشة الليلكي عندما كنا نخرج إلى البستان لنسرق التوت البري كنت مستقراً في جوف الشجرة أراق بدودة خضراء وصفراء بينما أرسل الأكثر شقاوة تقفز بابتهاج بين الأغصان وفجأة اختل توازنها وهوت ارتعش صدري قبل أن تتعلق بعنقي مستنجدة طممتها إلي وهي تتنفس مثل ضبي مذعور ولما تناءت عني كانت حبة توت قد تركت رحيقها الليلكي على بياض قميصي منذ ذلك اليوم عندما كنت في الثانية عشر وأنا أحس رحيقها الليلكي على بياض قميصي منذ ذلك اليوم عندما كنت في الثانية عشر وأنا أحس بأن سعادة ستغمرني لو أن ثقباً ليلكياً انفتح في صدري لتدفق البياض يا لرعشة الليلكي الفكرة تلحع علي كثيراً فهل أستطيع أن لا أفعل كامن في زهرة عباد الشمس أيها اللون الأصفر يا أنا أمتص من شعاع هذا الكوكب البهيج أحدق وأحدق في عين الشمس حيث روح الكون حتى تحرقني عيناي شيئان يحركان روحي التحديق بالشمس وفي الموت أريد أن أسافر في النجوم وهذا البائس جسدي يعيق لي متى سنمضي؟ نحن أبناء الأرض حاملين مناديلنا المدمات ولكن إلى أين؟ إلى الحلم طبعاً بالأمس رسمت زهوراً بلون الطين بعدما زرعت نفسي في التراب وكانت السنابل خضراء وصفراء تنمو على مساحة رأسي وغربان الذاكرة تطير بلا هواء سنابل قمح وغربان غربان وقمح الغربان تنقر في دماغي كل شيء حلم هباء أحلام وريشة التراب تخدعنا في كل حين قريباً سأعيد أمانة التراب وأطلق العصفور من صدري نحو بلاد الشمس آه أيتها السنون سأفتح لك القفص بهذا المسدث القرمزي يسيل دم أم نار غليوني يشتعل الأسود والأبيض يلونان الحياة بالرمادي للرمادي احتمالات لا تنتهي رمادي أحمر رمادي أزرق رمادي أخضر التبغي يحترق والحياة تنسرب للرمادي طعم مر بالعادة ألفه ثم ندمنه كالحياة تماماً كلما تقدم العمر بنا غدونا أكثر تعلقاً بها لأجل ذلك أغادرها وأنا في أوجي اشتعالي ولكن لماذا؟ إنه الإخفاق مرة أخرى لن ينتهي البؤس أبداً متاعاً يا ثيو سأغادر نحو الربيع سأغادر نحو الربيع سأغادر نحو الربيع سأغادر نحو الربيع